موسيقى سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنها لإحدى الكبر الآية الكريمة إخواني طبعا فيها بحوث جيدة وجميلة وشيقة ومفيدة إن شاء الله تعالى الآية الكريمة في سورة المدثر آية خمسة وثلاثين ونحن نعلم على أن سورة المدثر هي ثاني سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن أول سورة اللي نزلت على النبياء سورة مرانة سورة سورة أهل الميسرة سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم ولهذا أول أمر لرسول الله أن يتعلم أمره بالقلم بالعلم ولهذا أوجب ما يكون على الإنسان هو طلب العلم أن يثقف نفس مولانا لأن الله يقول اقرأ اقرأ أول كلمة لرسول الله زين لما بعث النبي إلى الرسالة طبعا أنتم متعرفون إخواني إحنا عدنا نبي وعدنا رسول وأكو فرغ بين الرسول وبين النبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بس أترجاك رجاء أنت انتبه لي لا تاخذ خطأ مني وطق لي تنكباشر تقولي الشيخ قال كذا بس توجه لي مولانا إحنا عدنا نبي وعدنا رسول عندنا مية وأربعة وعشرين ألف نبي هذولي أنبياء لكن ليس كلهم رسل بعضهم رسل يعني بالقاعدة المنطقية أقول لك بيها كل رسول نبي كل رسول نبي وليس كل نبي رسول يختلف لأن الرسول صاحب رسالة صاحب كتاب صاحب شريعة والنبي أقل مقاماً إمنياً من الرسول يعني إذا عاشت نبي ورسول في زمان واحد النبي تابع علماً للرسول بارك الله فيك يعني مثلاً عندنا أنبياء يعيشوا في زمان واحد إبراهيم عليه السلام ولوط إبراهيم نبي له رسول رسول لوط عليه السلام شنو مولانا؟ نبي ولهذا لوط تابع علماً إلى إلى إبراهيم عليه السلام لما ترجع على بقية الأنبياء عندنا نبي وعندنا رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الأربعين سنة لأنه بعث في سن الأربعين قبل الأربعين كان نبياً ولم يكن رسولاً ما كان صاحب شريعة ولا صاحب كتاب كان النبي حنيفي يعني موحد على دين إبراهيم الخليل عليه السلام هو مع خديجة الكبرى مع الإمام علي عليه السلام حتى الإمام علي عليه السلام ما طعطأ رأس لصنة من قط وما أشرك بالله قط وهذا بالشيء يذكر أنا جاءت استطرادنا والله وكيلك مو بحثنا يعني أحد الإخوة من أهالي الأهواز يقول أنا دخلت حاجاً إلى مكة المكرمة يقول دخلت حاج إلى مكة المكرمة يقول كان صلاة الجمعة يقول صعد هذا رجالهم زلمتهم يقول بدأ بالخطبة تدري هما بعضهم يهذر بخطبته عندما شاء الله بلاغة عجيبة يقول من جملة الخطبة اللي قالها من جملة ما قال قال إن الخليفة الأول لهم من العمر عند الإسلام كذا كان عمره 27 سنة تعرفون هو عمره هو ثلث سنين أصغر من النبي الخليفة الأول ثلث سنوات أصغر من رسول الله عمره بعض العلماء طبعاً يقولون عفو 37 سنة كان عمره 37 سنة لما بعث النبي إلى الرسالة قال بعث النبي إلى الرسالة وأسلم الخليفة الأول في السنة الفلانية ثم ذكر الثاني قال الثاني أسلم في السنة الفلانية والثالث أسلم في السنة الفلانية ثم سكت لم يذكر علي بن أبي طالب ما ذكر إسلام الإمام علي يقول أنا تأذيت هسا ذكر الأول ذكر الثاني ذكر الثالث هسا مو إمامكم علي بن أبي طالب خليفتكم الرابع مولانا اذكر تاريخ إسلامه قول أول من أسلم هو علي بن أبي طالب قلت أنا أروح أسئله وأقول له يقبل ما يقبل يزعل ما يزعل بكيف يقول من كثرة حرقة قلبه قمت له لما نزر كضيته قلت له شيخنا مولانا يعني ما يصير هذا ليست من العدالة كم خليفة عنده قل له أربعة قل له يهم قل له فلان وفلان وفلان وعلي ابن أبي طالب قل له خلص أنت ذكرت إسلام الأول وإسلام الثاني وإسلام الثالث لكن إسلام علي ابن أبي طالب لم تذكره لماذا؟ شوفوا الجواب والفضل ما شهدت به شنو مولانا؟ الأعداء وش قل له؟ قل له علي ابن أبي طالب والله العظيم هذا سائر ده قولها أنا وما عندي قلب أحتيها قل له علي ابن أبي طالب متى أشرك لكي يسلم؟ اللهم صلى على محمد الله وعلم علي ابن أبي طالب متى أشرك؟ متى طعطأ رأس لصنم وإلى وثن؟ ما عبده إلا الله سبحانه وتعالى علي ابن أبي طالب هذول مشركين كانوا لكن علي ابن أبي طالب لم يشرك بالله كان موحد على دين إبراهيم الخليل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الأربعين كان نبي النبي يعني شنو؟ يعني ينبأ إليه يعني يوحى إليه لكن وحي إلهامي مو وحي مباشر وحي شنو مولانا؟ إلهامي يعني لما يقل لك النبي قبل الأربعين سنة يقل لك أمشي من هالطريق إذن بيها حكمة أمشي من هالطريق ليش؟ لأنه نبأ عن طريق الإلهام وحي مولانا؟ كان النبي نبيا لكن بالأربعين سنة صار شنو مولانا؟ رسول اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم رأى ما رأى أول ما رأى رأى جبرايل تعرفون رسول الله نحن البحث نبتعد من عنده ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل عليه الأمين جبرايل على أنواع مرة يسمع صوت جبرايل ولم يرى شخص جبرايل بس يسمع صوته بس شوف ما شايفه مثل اقرأ باسم ربك الذي خلق أول مرة نزلت النبي قال من أنت؟ قال لأنا أمين وحي الله أنا جبرايل ثم قرأ الآية مرة ثانية اقرأ باسم ربك الذي خلق قال لأرني نفسك خل شوفك قال لأ يا رسول الله لا طاقة لك برؤيتي على رؤيتي لأنه عظم إله هنا أول مرة رآه بالشكل الحقيقي أول مرة لأن جبرايل ما ينزل بالشكل الحقيقي دائما يأتي بشكل بشر مثلا يأتي بشكل بشر اسم دحية الكلبي كان من أجمل رجال المدينة المنورة كان جميل فإذا الناس رأوا دحية الكلبي عند رسول الله ما حددنا بعد يعلموا يعرفوا على أن الذي جالس عند رسول الله من هو جبرايل بالشكل دحية الكلبي فكان النبي يقول إذا رأيتم دحية عندي فلا يقترب منكم إلي أحد إلا علي بن أبي طالب اللهم صلى الله فأول مرة شافه نانا مولانا قل أرني نفسك يقول فتمثل له اتمثل له فملأ ما بين الخافقين من المشرق والمغرب إلى المشرق والمغرب ملأها جبرايل لعظمته بمجرد أن نظر إليه رسول الله أغمي عليه إلى عظم جبرايل هاي مرة والمرة الثانية اللي شافه بالشكل الحقيقي وين في المعراج ولقد رآه نزلة أقرأوا ياي عبيبي أقرأوا ياي بارك الله فيك ولقد سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى وين عند سدرة هاي أخوة حافظها بعد عند سدرة المنتهى شافه مرتين بعد ما شافه بالشكل الحقيقي لأن النبي ما طلب من عنده وإذا عمولانا فبعث النبي رسولا نزل من الكهف من الغار من الجبل جبل النور نزل النبي ما من حجر يمر عليه رسول الله أو طير يمر عليه النبي أو مدر أو شجر أي شيء يمر على رسول الله يسلم على رسول الله بلسان عربي فصيح مبين يسلم عليه بهذا اللقب السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا محمد المصطفى وصل للبيت يرتجف يتصبب عرقة لما وصل للبيت لا خديجة كان يوم الأثنين يوم الأثنين كان مولانا قال يا خديجة علي بالدثار جابت له دثار احنا نقل له الحاف على قولتنا جابت له دثار قلها دثريني به دثرته به نزلت الآية حسنا بعد مو وقت نوم يا أيها المدثر أنت المدثر قوم بعد يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير إلى آخر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه سورة المدثر فيها هذه الآية الكريمة إنها لإحدى الكبر آية خمسة وثلاثين فيها بحوث شيقة جدا مولانا القرآن الكريم يتبع سيرتين أنت لما تقرأ بالقرآن الكريم القرآن له سيرتان السيرة الأولى يتبع سيرة الترغيب يرغب شايفين يقول لك إذا أنت سويت عمل صالح أنا المغفرة مني والجنة مني والجنة بيها أنهار من عسل مصفة وبيها أنهار من لبن وبيها حور العين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذل أعين وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما هذا كله هذا شنو مولانا ترغيب لو لا ترغيب تشجيع تعال سوه زين وأنا أمطيك أو ما أمطيك وحدة بوحدة سو وحدة أمطيك شكرا مولانا عشرة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ويتبع سيرة ثانية القرآن سيرة الترغيب وسيرة الترهيب الخوف يتبع سيرة ترهيب يأتي لجهنم يصف لنا جهنم يصف بعض الداخلين إلى جهنم هذه الآية الكريمة من جملة السيرة الترهيبية الخوف ولهذا الإنسان عند الخوف يرتدع لأن الإنسان سبحان الله خلي أقول لك حشايا مولانا خلي اطمئن قلبك مية بالمية الإنسان إذا كان يخاف من شيء وتكرر له هذا الشيء مرة مرتين ثلاثة أربعة عشرة مية الخوف يقل له ما يقل يقل خلص يعني أكو ناس الآن أنا أقول لك شيء أكو ناس مولاي يخاف من الكلب يخاف يخاف من التشلب أجلكم الله لكن إذا مولاي مرة مرتين ثلاث أربعة خمسة عشرة خوفه بمرور الزمان شيء يصير الخوف يقل لكن قضية الموت بالعكس قضية الموت كل ما يشوف موت أمام عينه أكثر ويرى أموات أكثر يزداد خوفا ولا يقل خوفا يزداد أكثر يظل خاف لأن قضية الموت هو أكثر خوف مولانا يرجع الإنسان عن المعاصي والذنوب حقيقة الله سبحانه وتعالى اتبع هذه السيرة سيرة الترهيب الآية ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنها إنها لإحدى الكبر إحدى الكبر شو يتوجه لي أنت عربي يخلى قللك شوية باللغة العربية الكبر جمع صح له الكبر جمع لكن جمعه ماذا أكو رأيين للعلماء أقللك الرأي الضعيف والرأي القوي الرأي الضعيف قالوا الكبر جمع الجمع يسمونه جمع الجموع بس توجه لي عيني قالوا الكبر جمع الجموع أو منتهى الجموع جموع يعني مثلا الآن جمع العين شي صير أعلى أعلى عيون بعد عين وعينك وعين اليمك هذا شن مولانا عين وعين وعين يصير عيون زين نحن عدنا عيون أنواع عدنا عيون البشر عدنا عيون الحيوانات عدنا عيون النفض عدنا عيون الماء عدنا عيون النمل عدنا عيون جمع العين عيون جمع العيون شي صير أعيون بارك الله فيك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يسمونه جمع الجمع الكبر قالوا كبر هو جمع الجمع لأن الكبيرة جمعها الكبائر جمع الكبيرة شنو كبائر عندنا الكبائر أنواع كبائر البشر كبائر البناء كبائر كذا كبائر كذا جمع الكبيرة كبائر جمع الكبائر كبر بعض علماء النحو يقولوا جمع الكبائر كبر جمع الجمع هذا الرأي الضعيف الرأي الأقوى يقول لك لا لا حبيبي جمع الكبر جمع كبرى كبرى وكبرى وكبرى شي سير كبر وضع مولانا زين إنها لإحدى الكبر هاي إنها يا هاي إنها مولانا يعني سقر لأن الآيات التي قبلها تتكلم عن سقر سقر إحدى الكبائر إحدى الكبر سقر سقر شنه مولانا سقر دركة من دركات جهنم أعاذنا الله وإياكم منها ومن أشد الدركات هي سقر لأن جهنم كم دركة مولانا جاوبني سبعة كم دركة سبعة الجنة كم درجة أشقال لا ثمانية الجنة وحدة أكثر من جهنم دركات جهنم سبعة درجات الجنة ثمانية طبعا أنت عربي انتبه لي أكو فرغ بين الدرجة والدركة إذا جيب الجنة قول درجة وإذا جيب النار قول دركة شنه الفرغ بيناتين تعرفون خل معنا شنه أكو درج بخمس سلالم أنت بالوسط السلالم التي إلى الأعلى يسمونهن درج درجات السلالم إلى الأعلى شنه درجات والسلالم التي إلى الأدنى دركات جهنم دائما إلى أسفل زين والجنة دائما إلى الأعلى فنقول درجات الجنة ودركات النار دركات النار سبعة من جملة هذه الدركات سقر طبعا كل دركة كل باب يدخل منها صنف أو أصناف من الناس ترموها مج الله يفك الباب ليهم وقال هم يلا ادخلكلكم لا أمولانا كل قوم كل صنف التشذاب أهل الكذب من باب أهل الخيانة من باب أهل الظلم من باب قتلته الانبياء من باب القاذ المرتشي من باب أهل الحرام والمعاصي من باب واضح أهل صنف او اصناف من الناس يدخلوا من باب معين هذه السبع اياه من اعدهم اول باب اول باب من ابواب جهنم باب الاول اسمه جهنم جهنم لانها تتجهم يعني تشتعل تتجهم في وجوه اهلها تحرق الوجوه كلها نار هي اول دركة هيعود مدللين شوية مولانا هذه الدركة الاولى من دركات جهنم هي جهنم اسمها من بعد جهنم مولانا تأتي دركة ثانية اسمها السعير السعير الدركة الثانية اشد من جهنم السعير يدخلها النمام تعرفون النمام 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 يعني الفتان الفتان الذي يأتي بكلام يضيف على الكلام او ينقص من الكلام ويوصله الى غيرك يأخذ احشايتك مولانا يضيف عليها وينقص عليها منها مولانا ويوصلها لغيرك ويسبب الفتنة يسمونهم سراق القلوب نمام فتان هدام بيوت هذا واضح مولانا ديروا بالكم من هايش ناس اكو ناس بيهم مرض النميمة زين ولهذا من اشد الذنوب النميمة يموت عطشان واحد هذا النمام يموت عطشان ومن اشد الناس عذابا في القبر في البرزخ هو النمام ومن اشد الناس عذابا يوم القيامة هو النمام النمام ياخذ حتي ويجيب حتي يضيف كلام وينقص كلام السيارة نفس الكلام ياخذه ويجيبه زين اذن النمام اهل الظلم الظالم يدخل من سعير هاي اثنين اشقد الله من السبعة خمسة الثالثة مولانا الحطمة هاي حلوة هاي هاي الحطمة اسمحها الحطمة يا هم اللي يدخل بيها حطمة الباب الثالث من ابواب جهنم يدخل فيها الهماز واللماز الهماز واللماز خلو تعرفونه الهماز واللماز واحد ابو الغيبة اللي ياخذ غيبة يحتي على الناس هذا هماز اللماز بس هو وزين والناس مو خوشواهد بس هو وزين فلان اعور وفلان اعرج وفلان بي عيب وفلان بي كذا بس هو وزين هذا اللي يهزئ من الناس ويل تقرأ له ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده هذا أبو فلوس يحسب أن ماله أخلده عند فلوس ما يموت هذا أكو بعض الناس ما دام عند فلوس يقول أنا عند فلوس ما أموت ملك الموت ما يقدر عليه يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لا ينبذلنا وين في الحطمة الحطمة شنو مولانا الحطمة وما أدراك مال حطمة نار الله الموقدة التي تطلع على على الأفئدة ليش يسمونها حطمة الحطمة لأنها تحطم كل شيء يوضع فيها أي شيء الله يخلي بيها تحطم تحطيم كامل تقضي عليها قضاء مبرم يسمونها حطمة بعدين سبحان الله شوف شوف المعنى يقول التي تطلع على الأفئدة الأفئدة جمع الفؤاد يعني القلب لأن أكو فرق بين نار الدنيا ونار الآخرة شنو الفرق حبيبي أول فرق من فروقها مولانا أن نار الدنيا تحرق من الخارج إلى الداخل صاحبوا يلو لا يعني نار واحد يخلي إيده بالنار أول ما تحرق شنو مولانا الجلد من بعد الجلد تحرق اللحم هنو بالعرق هنو بالعظم بس نار جهنم والعياذ بالله لا بالعكس إذا واحد ذبوه في نار جهنم يزيد قوم يزيد مولانا أول ما تحرق الداخل القلب أول ما تحرق العظم ثم تخرج إلى الخارج تحرق العظم والعرق واللحم والجلد هذا الفرق الأول بين نار الدنيا ونار الآخرة التي تطلع على أول ما تحرق القلب واضح مولانا هذا واحد الثاني نار الدنيا إذا واحد جابه وألقوا به في النار إلى حالتين لو يعيش لو يموت غير هالولا إذا أكو نار وذبه واحد بالنار لو يعيش لو لو يموت نار الآخرة لا يموت فيها ولا ولا يحيا الآية قاعدة تقول لا يموت فيها ولا لا ميت ولا حي بين الحياة والممات يحترق كلما نضيجت جلودهم بدلناهم جلودا اقرأوا يا عيني بدلناهم جلودا غيرها ليش ليذوقوا العذاب خاطر نعذبه أشد نعذبه أكثر مولانا واضح مولانا هذا الفرق الثاني الفرق الثالث كم فرق قلت لك واحد تحرق من الداخل ونار الدنيا من الخارج الفرق الثاني نار الدنيا إذا واحد ألقي فيها لو يموت لو يعيش لو حياة لو ممات بس نار الآخرة لا يموت فيها ولا بين الحياة والممات الثانيين الثالثة عجيبة حقيقة عجيبة الثالثة أن نار الدنيا يمكن أن تجعل أن تبقي من الإنسان شيئا يحترق مولانا هسا لو يظلم عنده هيكل لو شكل لو ملامح لو يظلم أنه أعظيمات مثلا أعظام يظلم أنه يظلم أنه فتشي بقاء لكن بالنسبة إلى نار الآخرة لا تقضي عليه قضاء مبرما لا تبقي لا تبقي ولا تذر ما تخلي حتى ذرة 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 منها ما تخلي تحرق بالكامل مولاي طرح مولانا حبيبي زين الأولى شنو كادت من السبعة جهنم الثانية ياهي سعير بارك الله فيكم أنتم أذكياء وأهل منبر بارك الله فيك سعير الثالثة مولانا الحطمة في سورة الهمزة زين الرابع لضة هاي لضة أنا قريت بها آية تخبل والله زين آية عجيبة هاي لضة مو كل من يدخل بيها الله شي يقول يقول إنها لضة شي سوى هاي لضة لوة أو نزاعة للشواء نزاعة تعرف يعني اثنين مورانا تعرف الشواء شنو الشواء جلدة الرأس عجيب يعني واحد بيخلونا مولانا في لضة أول ما تنزع جلد الصلخة أول ما تنزع جلد رأسه ثم جلد اليدين والرجلين ثم جميع جسده هذو اللضة ياهم أهل البخل أهل الخيانة القاضي المرتشي أهل الرشوة مولانا أسا قاضي له غير قاضي بس القاضي أشده عذابا لأن على شفير جهنم على شفير جهنم ولو يأخذ دينار واحد دينار واحد من حقوق الناس يأكل الظالم المتجبر آكل أموال اليتامة قلت لك ولو دينار واحد تكون في ذمته حقوق الناس الله ما يسامح عليها الله يقول حقوقي أنا أسامح عليها صلى ما صليت أنا أسامحك صيام ما صمت أنا أسامحك لكن إذا واحد أكل حقوق الناس الله سبحانه وتعالى ما يسامحه من مات سمعني يا حبيبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وفي ذمته درهمان من مات وفي ذمته درهمان حبسه الله في تنور من نار جهنم جيد عظيم ولا ويا ما بلعوا ويا ما أكلوا ولم يشبعوا السمتة يشبعوا الله أطلبوا الخير أنا قلت للشباب الإمام علي عليه السلام عجيب هذا الرجال والله العظيم علي ابن أبي طالب عجوبة والله أنا أتعجب على هذول أهل الجامعة يقرون نظريات نيوتن وداروين وغيره وتاركين علي ابن أبي طالب وتاركين الإمام الصادق عليه السلام ما يدر شو النظرياته في الجامعات وهذا كله انحراف بالأخص هذا زلمتنا مولانا داروين انحرافي انحراف أصلا لا يعتقد بوجود الله داروين وأنا أنقلها من باب التجربة قاعد أقول لك بها أنا كل فترة فترة كل ما أسافر إلى دولة أو في إيران أو في غير إيران يجون الشباب جامعين والله العليل أعلى وأنا على منبر رسول الله قبل محرم أجوا شباب ثلاث ثلاث ان شاء الله هم يسمعون صوتي بعدين ثلاث اثنين عوامو على السيد قال له الشيخنا عندنا سؤال تتفضلوا قال نحن لا نعتقد على أن الله له وجود الله ما هو موجود عجيب يعني مشركين يعني مرتدين هذول مرتد والمرتد الفطري يعني ليش أنهم مولانا علي قتل خلاص يقتلونه زين قال الله ما موجود شباب قتله ليش الله ما موجود قال نحن نتبع نظريات دارون 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 عند نظريات تعبانة كلش تعبانة دارسينها بالجامعة ولا نقبل نظرية القرآن لأن نظرية الإسلام والقرآن خطأ قتل لش يقول دارون ضل يشرح لي دارون قتل لش يقول القرآن قال ما أدري قتل آخر يا تعبان زين أنت لما تريد ترفض رأي من العراء لابد أن تدرس الرأي الثاني زين أنت دارس نظريات دارون أو تارك نظريات القرآن وتقول لنا القرآن ما أقبله أنت منين جيت قال من أمه وأبوي قتل أمك وأبوك منين جايين قال من أمهم وأبوهم قتل وانت شا تقول له قال ما أدري قلت له خلاص داروين خلاك في حيرة الآن انت وين ترجع هذه سمونا الدور الدور مولاي منطقيا واصوليا الدور باطل تعرف الدور شنو مولانا الدور باطل يعني يروح يروح ويرجع مولاي الماء منين يجي منين يجي من البخار البخار منين يجي من سطوع الشمس على البحار البحار متشكلة من الماء الماء منين يجي من السحاب السحاب منين من البخار البخار منين الماء منين يجي من السحاب رجعنا قاعد نفتر هذين يسمونه شنو مولانا الدور يسمونه الدور زين أنا منين جاي من أم و أبوي أم و أبوي منين جايين عدهم مالديين ذكولي منين ذكولي منين يوصلون إلى آدم آدم منين جاي منين من الله لابد أن نصل إلى واحد يقول له واجب الوجود نحن ممكن الوجود لدينا شيء لا أستطيع أن أعبر بالشيء الله سبحانه وتعالى أعطانا إمكان الوجود نحن موجودون بمن؟ ببركة الله بسبب الله الذي أعطاك الوجود وأعطى والديك وأعطى أمك وأبوك بعد أكفر ياهو بس الله ياهو اللي جابه ولا عياذ بالله ليش لأن الله واجب الوجود واجب الوجود لا يحتاج إلى شخص آخر لأنه لذا قلنا الله هم محتاج إلى أحد هذا اللي جابه الله هم محتاج أحد واللي جابه هم محتاج أحد صار عندنا دور ما وصلنا إلى نتيجة ورحموا لنا نحن ممكن الوجود الله واجب الوجود بدل ما يقرون نظرية الإمام علي عليه السلام أنا قلتها على المنابر عشرات المرات بدل ما يقرون نظرية الإمام علي نظرية الإمام الصادق فطاح الإمام علي دارون أحسن من الإمام علي عليه السلام أو الغير أحسن من الإمام الصادق صاحب النظريات العظمى الإمام الصادق عليه السلام الإمام علي قبل 1400 سنة اخترع لنا واكتشف لنا القطار والطائرة مولانا واكتشف لنا التلفزيون وحتى هذا النقال الموبايل اكتشفه علي بن أبي طالب تاركين علي بن أبي طالب كل من بهذا واضح مولانا الفلاني إذن أكون نظرية سامية الإمام علي عليه السلام ما قال كلمة وأخطأ فيها هاي هات الإمام علي خوشح شاية عنده رجال حجي حلو عذب شي يقول يقول الإمام علي رجال اسمعني يقول الإمام علي عليه السلام أطلب الخير مو تريد الخير تريد الخير لبلدك لو ما أريد الخير لبلدي أطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت شايف كون شايف شايف خير واضح مولانا أطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت لا من بطون جاعت ثم شبعة زين ما شايف ويشوف ياكل أو إذا أكل يمتى يشبع مولانا يشبع لو ما يشبع ما يشبع لأن خلق الإنسان هلوعة هلوعة طماء دائما زين ما شايف ويشوف فلوس ويشوف ما شاء الله هذا الكرسي ما قاعد عليه قاعد على ناعم ودافي ومرتاح بعد يعيفه مولانا ما يعيفه هذه المحضرة اللي عندنا أطلبوا الخير من بطون شبعت ثم جاعت لا من بطون جاعت ثم شبعت فإن الخير فيها شح ما أشوفوا الخير من عندهم مولانا من هيك بطون ماكو خير مولانا العاقل من التعظى بتجارب غيره من مشى بالعقل والفكر يربح ومن مشى والله هذا كذا وهذا كذا وهذا على القلب والشحوة والنز مولانا هذا كلهو الخسران المبين نبقى على حالتنا ماكو أي تغيير وماكو أي رقي وأي تطور وأضع مولانا زين إذن الثانية أو الأخيرة شنو كانت الرابعة لضة الخامسة اللي موضوع كلامنا سقر الخامسة سقر زين سقر خلينا شوي أنا أروح وأرجع شوي سقر خلينا لنحكينا عن سقر سقر الخامسة قلتك شم واحدة هنا أنا ترى أنسة شكيت سبعة عافية شكيت ذكرنا الآن خمسة زين سقر هي الخامسة السادسة السادسة مولانا الجحيم الجحيم هي السادسة 26 مرة جاية في القرآن الكريم كلمة الجحيم 26 مرة جاية في القرآن الكريم هذه الجحيم عجيبة الجحيم عجيبة الإمام الصادق عليه السلام دخل واحد عليه قال يا ابن رسول الله صف لنا الجحيم الإمام نزل رأسه هتشي وسكت ثم أمعن وطأطأ برأسه طويلا ثم رفع رأسه قال يا رجل أتعرف ما الجحيم قال لا يا ابن رسول الله قال الجمرة التي الجمرة الواحدة في الجحيم الجمرة الجمرة الواحدة في نار جحيم تعادل ثقل الأرضي بأجمعها جمرة وحدة بقد من بقد الكرة الأرضية جمرة وحدة في الجحيم والحساب عندك السابعة مولانا بعد أسمى درجة أو العفو أسمى دركة من دركات جهنم اللي فيها قتلة الأنبياء وقتلة الأئمة المعصومين يزيد معاوية وقومهم وهالمولانا ابن مولجيم والشمر ابن ذو الجوشن أو جعدة أو جعيدة بنت الأشعث مولانا واللي قتلت الأئمة وقتلت الأنبياء يدخلون في هذه الدركة الأخيرة وهي سبحان الله اسم على مسمى الهاوية الهاوية معروفة بعد الهاوية يعني يهوى من مكان بعيد نقرأنا يا قرآن بالله خلق نقرأ أنا خاف أنسى الآية تذكرني لأن أنت نشمي أدري بك والعام مولانا نقرأنا ياك بسم الله الرحمن الرحيم أنا ذكره كنت تذكرني القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراشل مذثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت فأما من ثقلت موازينه أنتم شعت علي أنتم شعت عليها فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة هذا قرير العين مرتاح فهو في عيشة راضية لكن تعال وأما من خفت موازينه شي سوون بي فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية مو نارهم عادية عندنا نار عادية الدغدغ لكن هاي لا مولانا هاي النار ونار شنو مولانا شديدة الحرارة حامية الله يقول حامية شوف العظم مولانا ها فأمه هاوية أم هاوية مو يجبون أمه ويذبون بالهاوية لا مولانا فأمه هاوية يعني شايفين الأم شلون تحضن الولد حبيبي شايفين الأم شلون تحضن الولد ها هذول قتلت الأنبياء والأيمة تحضنهم الهاوية السير كأنها أمه واحد وسير أمه الهاوية شو يضل به بعد شنو من حضن بيها مولانا هذه فأمه هاوية وأكو رأي ثاني يقول لك لا الأم يعني أم الرأس هذا شوف ضرب ابن ملجم ضرب علي ابن أبي طالب على أمي رأسه ولهذا دخلوا الإنسان بالقبر وحوسب حاسبوا من ربك إمامك كذا هذه زيني فتحوا لباب من رأسه وباب من رجليه إذا أجاب على الأسئلة الله ربي كذا يقول كأن يد الإمام الصادق إيد تخرج من جانب الرأس من رأسه تدفعه هكذا الدفعة يطيح على رجليه في جنة كبيرة وسيعة لكن إذا ما أجاب اتلجل من إمامك بدل ما يقول الإمام علي بدل ما يقول الإمام الحسن بدل ما يقول الحسين عليه السلام قال إمامي مثلا يزيد جماعة أهلاء الآن قاعدة تبجحون أبي يزيد وقوم يزيد إمامي مثلا معاوية إمام هارون الرشيد مثلا تطلع على إيد من جانب الرجلين هكذا والدفعة يرضى لو ما يرضى زيني رغما على أنفه تدفعه من رجله يسقط على أمي رأسه يهوى يطيح يهوي يطيح على رأسه على أمي رأسه في مكان تسمى الهاوية وما أدراك ما هي نار حامي نرجع إلى سقر إنها لإحدى الكبر قال إنها يعني سقر سقر شنو اسمع في سورة المدثر ارجع شماعة شوية وراء شي يقول سأصليه سقر الله يقول سأصليه سقر وما أدراك ما سقر شي يسوي لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر شوف كل باب من أبواب جهنم عليه خزنة عليه خزنة حرس خزان جهنم هذا جد عليها عليها تسعة عشر تسعة عشر واحد عليها أسأل ليش تسعة عشر ما سعر وعشرين ليش تسعة عشر بيا حكمة لو ما بيا حكمة لو الرقم جاي اعتباطي لا بيا حكمة أكيد بيا حكمة مولان تسعة عشر ما سعر وعشرين هاي لما نزلت الآية الرسول قرأها أك واحد من العرب عنده بطن شبيرة بطن ما شاء الله خير من الله زين وهيك اليثل قلهم إذا كان على سقر تسعة عشر أنا أكفيكم سبعة عشر سبعة عشر نفر أنا أكتلهم لكم زين والباقية عليكم يا قريش الباقية من تسعة عشر عليكم مش قضى الله واثنين عليكم أنتم سبعة عشر علي هذا يصور هذول لا هذول لا مولانا يختلفون هذول مو خزنة عاديين عليها تسعة عشر البعض يقولون تسعة عشر ملك والبعض يقول لا تسعة عشر خزنة يعني مجموعة يعني تسعة عشر مجموعة واذا مولانا هسا تسعة عشر ليش مولانا معظم المفسرين يقولون لا علم لنا معظم التفاسير يقول أننا لا نعرف ولا نعلم لماذا تسعة عشر ليش تسعة عشر ما ندري ما حد يدري من المفسرين بعض المفسرين يعطي بعض الآراء يقول لأن رؤوس الذنوب والمعاصي الكبيرة تسعة عشر ذنب مثلا عندك النميمة الغيبة البهتان الكذب هذه كلها مثلا السرقة الزنا والعياذ بالله لما تعدهم تسعة عشر ذنب تتفرع منها فروع كثيرة وأكو بعض العلماء يقول لك هذا أكبر عدد الآحات وأقل عدد العشرات وأكو آراء أخرى لكن الرأي المعروف ما حد يعرف في علتها ليش تسعة عشر ليش تسعة عشر سقر هذه سقر الله يقول إنها لإحدى الكبر سقر مولانا بس هاي الرواية خاطر أدخل بالمصيبة عندنا كلام طويل الله وكيلك بس الوقت يضيقون علينا الإخوة أحب أحكي لك أكثر وأشرح لك أطول وأشرح الآية وأربطها بالزهرة وأربطها بأهل البيت ما يشر مجال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شي يقول يقول لو أن ثوبا من ثياب سقر ثوب واحد ثوب لو أن ثوبا من ثياب سقر وضع بين السماء والأرض لماتت الناس وماتت الثقلان من شدة رائحته ونتنه ثوب واحد فكيف بالذي يتقمصه لبسه الله أكبر تعرفش أقول لك أنا أصور الموقف بعد يا رسول الله قال ولو أن حلقة من سلانسل سقر حلقة السلسلة بها حلقة لو أن حلقة من سلانسل سقر توضع على جبال الأرض لذابت كما يذوب الرصاص فكيف بالذي توضع هذه الحلقة في عنقه خلونا برقبتها شي يصير به والله هذه سقر إنها لأحدى الكبر ياهو اللي يدخل بيها اسمعني بس هاي ياهو اللي يدخل فيه سقر قلت لك أسمع أهل النار طبعا بلا تشبيه لا تقول الشيخ يشبهنا لا ما أشبه أحد أنا مولانا زين أهل النار وأهل الجنة هيتش هذا أهل النار وأهل الجنة وسطهم حاجز حاجب برزخهم لا يبغيان برزخ بيناتهم هذا البرزخ واحد يشوف الثاني أهل الجنة يرون أهل النار وأهل النار يرون أهل الجنة هذا الحاجز شفاف مثل الزجاج مثل الجام واحد يشوف الثاني ليش خاطر أهل الجنة يحمد الله على ما أنعم عليهم وأهل النار يرون أهل الجنة فيتعذبوا ويتحسروا لأن وحده من أنواع العذاب الحسرة أهل الجنة يرون أهل سقر يقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في عفية ما شاء الله حافظ أنت ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا قالوا لم نكن من المصلين إذن أول واحد الذي يدقل في سقر تاركل الصلاة الماء يصلي يفتر ويخم يمين الشمال ويسمع الأذان الله أكبر وملتهي بالذنوب والمعاصل وملتهي من شغل بالدنيا أول واحد يدقل في سقر تارك الصلاة ما أنا أقول الله يقوله أول واحد هم ذكر ياهو هم تارك الصلاة قالوا لم نكن من المصلين بعد ولم نكن نطعم عند خير من الله عنده مصان وعنده شرائك وعنده كذا وعنده عنده مولانا هاي أطعام المسكين يعني الصدقات الواجبة لا يعطي زكاة ولا يعطي خمس لا زكاة الذي أوجبه الله عليه ما يعطي لا بد أن يعطي واجب عليه يعطي لكن ما يعطي قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا هاي حلوة هاي هاي اسمحها هاي تفيدنا وكنا نخوض مع الخائضين سمعوا أغاني سمع أغاني دقوا لطوم دقوا ياهم لطوم والحمولانا أنت ما ينفرق لك رحمان وشيطان كله واحد قال نمشى لطب طابهم شيخنا بعد الغنم مكانه الحرام بمكانه والحلال بمكانه شارب خمر طالع هناك والحمولانا ما يسير ينعق مع كل ناعق هذا قال قاموا ياه هذا قعد قعدوا ياه والحمولانا هاي كارثة أخواني ديروا بالكم ديروا بالكم الله سبحانه وتعالى زودنا بالعقل ننظر إلى الحق وننظر إلى ما يرضي الله جل وعلا لا ننظر إلى العصبية لا ننظر إلى ابن العشيرة لا ننظر إلى ابن عمه وابن خاله وابن عمتي لا ننظر لا لا ننظر بعين الحق ننظر بما يرضي الله جل وعلا لا أكثر ولا ولا أقل هذا فيه سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين ثلاثة أربعة الرابعة وكنا نكذب بيوم الدين قال لا نار أكو ولا أجنة أكو عمي أطلع من قبر مفلك خلاص عمي إحنا شمدري إننا هذا خلوه بالقبر بعد ما طلع ما جاءتنا أي خبر منه شمدريك بعد إن أكو برزق وأكو جنة وأكو نار وأكو منكر ونكي وشكهم في الحاجة هذا يكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين الله شي سوى بيوم فما تنفعهم شفاعة الشافعين مثلا ما يصلي ويلطم على الإمام الحسين ما يصلي ويلطم على الإمام الحسين إذا خلوه بالقبر ونزل العذاب يقول له يا حسين ترى اللي طمت عليك يقول له ماكو بعد ماكو فما تنفعهم شفاعة بعد ما تفدك الشفاعة لا تقول يا حسين يا علي أول إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها العمل مربوط بعموت خيمة هاي الخيمة بيها صيام وبيها زكاة وبيها لطم وبيها مستحبات وواجبات عمود الخيمة شنو مولانا الصلاة احنا عدنا حسينية بالمحمرة مولانا هس عندما جئي لما قبل لا أجي بيوم قبل لا أجي حسينية شبيرة ما مخلي لها عمود السيدة الله يطيل عافية عمود يكضي السقف ما بيها مولانا طلعت الناس طاحت الحسينية طاحت كلا طاحت ليه شلين عمود عمود شنو بيها لو ما بيها ما بيها مولانا الدين صلاة ما بيها لا خير البي أنا عبادة أتقرب بها إلى الله بدون صلاة لا خير البيها لا دين لمن لا صلاة له زينر سلام الله عليها ليلة الحادي عشر وقفت فصلت صلت الصلاة وكانت تصلي صلاة الليل يقول الإمام زين العابدين رأيتها تصلي من جلوس إذا ما ترك الصلاة المستحبة فمن باب الأولى ما تترك صلاة الواجبة الحسين يوم عاشراء ظهيرة يوم العاشر الله أكبر يصلي الإمام علي عليه السلام ابن عباس يقول ابن عباس يقول كنا في حرب صفين في شدة الحرب وإذا رفع الإمام علي رأسه إلى السماء حبيبي اسمعني رفع رأسه إلى السماء قال قد حان وقت الصلاة فلنصلي قال له يا أبي الحسن شونا نصلي وإحنا هنا لخ ساير إحنا حرب مع معاوية نحن في حال الحرب في حال القتال ونصلي قالهم على ماذا نحاربهم وإحنا هسه الدقاق والحرب والذبع عليهم من مو على الصلاة مولانا لولا زين إذن هذول الأربعة في سقر الآية الكريمة زين الآية الكريمة مولاي حتى أتاني اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين هيش الآية واذا مولانا الآية الكريمة تقول الروايات على أنها نزلت فينا أهل البيت يقول الإمام الصادق عليه السلام إنها لإحدى الكبر يقول إنها يعني إن ولايتنا ولاية محمد وآل محمد هذه لإحدى الكبر ولاية أهل البيت ولاية آل النبي ولاية الحسين كيف هذه الولاية؟ أنا أوالي بقلبي بلساني وجوارحي أن أوالي الحسين باللسان وبالقلب وبالجوارح بالجوارح هذا العمل شوف أنت قاعد مولانا الآن قاعد بالمجلس هاي ترى ولاء للحسين وانت قاعد بالمجلس عمل بالجوارح اتبين ولاءك بحضورك في هذه المجالس اتوسم صدرك للحسين هذا عمل بالجوارح واعتقاد بالقلب الولاء للحسين بالقلب وباللسان واضح مولانا هذا الولاء أن يقدم الإنسان الغالي والنفيس في سبيل الحسين يقدم كل شيء للحسين لا يبخل بجعي كما صنعت هذه المرأة الجليلة المقدسة الطاهرة باب من أبواب الحوائج أم البنين أم أبو الفضل العباس هاي المرأة قصرت فيه مع الحسين مولانا ما قصرته الله أعطت أربع أولادة كالبدور كالأقمار الزاهرة وفي طلعتهم قمر العشيرة أبو الفضل العباس سلام الله عليه يصعد على الفرس أبو الفضل العباس عنده خروج الحسين من المدينة أنا مو هاي مصيبتي هسا جيب لك المصيبة يقول طلع العباس طلعوا بالليل وإذا صوت من خلف العباس ولدي عباس قف لي هنيئة التفت العباس وإذ يرى أمه أم البنين وراء انزل ولدي شوف هاي الأم شوف هاي العزيزة شلون حصلت هذا المقام الشامخ أم البنين انزل ولدي من على ظهر جوادك نزل أبو الفضل العباس أمري أمه قلت لوليدي أنا أمك وتعبت عليك وحملتك في بطني تسعة أشهر ورضعتك وتعبت عليك وسهرت الليالي لجلك وليدي أمري أمه شو تريدين قالت أريد حقي أريد حقي منك وليدي ماذا تريدي أمه يا أم البنين قالت لا أريد مال ولا أريد كذا لا بيض وجهي أمام الزهراء يا أبو الفضل بيض وجهي أمام الزهراء لا تقصر في نصرة الحسين وبالفعل راحوا إلى كربلاء وأم البنين ترتقب جيتهم هس سيجون أولادي هس سيرجع الحسين حبيبي ونور عيني وإذا دخل بشر ابن حذلم دخل بشر ابن حذلم ينعى الحسين جاهز له لا ينعى الحسين يا أهل يا ثريب لا مقام لكم بها الله كربلاء احنا في كربلاء احنا ضيوف عند الحسين احنا جيران الحسين هذا الصوت يوصل للحسين وهذا أنين أهالي كربلاء وهذا حنينهم على الحسين وهل يوم يوم وفاة أم البنين هذه المخدرة فرح قلب أبو الفضل العباس بأنينك لا تخجل هذا المجلس مو مجلس أنا وقار عندي وكذا وأخجل لا 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 كل ما تنعى كل ما تبكي كل ما تصرخ فهو فداء وقليل في حقي أبو الفضل العباس مولاي تعالي انطيها صدق أبو محمد يا أهل يثرب لا مقام لكم بها أهل يثرب لا مقام لكم بها أهل يثرب لا مقام لكم بها أهل يثرب الوطل العباس أهل يثرب لا مقام لكم بها يا مضرج وحسين الجسم منه بكربلا يا مضرج والرأس منه على القناة يدى وقف بشر بن حذلام ينعى الحسين جاءت امرأة محدودبة الظهر نحيل نحيف معصب الرأس على متنها رضيع نظرت إلي صاحة أيها الناعيم الخبر عن الحسين قالها من أنت يا أمت الله قالت أنا أم الحسين أنت أم الحسين مرحومة دمعتك هنيئا لك والله أنت أم الحسين أمه فاطمة الزهراء قالت أنا أمه أم البنيين أنا أم العباس وإخوته ما راد يخبرها عن الحسين لأن يجرح قضبها قالها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأولادك الثلاث حيث قتلوا وذبحوا من الوريد إلى الوريد نظرت إلي قالت أيها الناعيم لم أسألك عن أولادي اخبرني عن نور عيني عن الحسين شوفوا الفداء شوفوا الفداء الله الله يا أم البنين قال لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك أب الفضل العباس قطعوا يمينه وشماله وفضخوا رأسه بعمود من حديد يقول البشر لما سمعت بأب الفضل انحنت حتى سقط الرضيع من علامة نهاء ثم وقفت منتصب قالت أيها الناعيم أسألك عن العباس اخبرني عن ابن فاطمة الزهر اخبرني عن الحسين قال لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بالحسين قطعوا رأسه وطافوا به من بلد إلى بلد ضربت على رأسها نادت وحسينة والسيدة وذبيحة أهل جاي اعلى الله وخلوه ينزل عن ذلوله بسايلة بالله ورسوله من جدا وذوله ويذوله العباس بيض واجه لوله يقول وإذا زينب اسمع المصيبة هنا زينب دخلت في دار الحسين خليك تبكي على راحتك على راحتك مولانا عبتي يقول دخلت إذا ما بيتيت هنا هنا مولانا هذا هذا مربط الكلام مربط المصيبة يقول دخلت زينب في دار الحسين وأخذت بالبكاء مع السبايا وخلت جارية بالباب قالت لها لا تدخل علينا إلا صاحبة مصاب العده مصيبة تدخل علينا المعدة مصيبة لا تدخل علينا يقول بينما زينب في حال بكاء وعويل وإذا بالباب يطرق ركضة الجارية فكت الباب شافت مرة على متنها رضيع معصب الرأس محنية الظهر قالت لها زينب مولاتي رجعت من سبيها من كربلا أم لا قالت لها أمت الله عندك مصيبة عندك مصاب عندك شهيد الدخلين على زينب ما عندك شهيد ما تدخلين على زينب أقلها من واقفة بالباب أقولها مولانا وين السادة وين السادة أولاد الزهرة وينهم خلي سمعوني من رخصة أبو الفضل العباس أقلها من واقفة بالباب يقول بكت المرأة قالت قل لي لها قل لي يلهم عباس بالباب الله الله شنو من بيت جرح القلب والله يم يا يم يا مآي عيني قل لي لها قل لي يلهم عباس بلبا يا أبو جتبت يا ويلي يلف وقد الأحباب يقول دخلت أم البنين رأتها زينب بمجرد أن رأتها صاحت وأخاه وعباس ردت عليها أم البنين وولداه وحسين صاحت يا الحرام قوما تلقنها تلقنها يا بلو يا يقوما ساعدا قعدت قعدت أم البنين خلق رألك بهالطور يقول قعدت أم البنين تسأل عن ماذا أم البنين قعدت زينب يمها اش تسأل هم ولا أسمع أسمع شا تقلها تقلها يا 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 اين بسول في يلي اي 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 ش سوى عباس اولي ادي ش سوى بيض وجه الولايا يمها يم ش سوى عباس لخوه حسين قائلة تعجب الناس يم يمين ويسر تولعين والرياس بذنه ندونه وبصبر تحزم شايفين الام شلون تشكر الولد مولاي توجهت ام البنين لاب الفضل العباس بيته الدعاء يكسر القلب والله صاحت يم يم الحمد لله يا يم على نصيبي الحميد الحميد لله يا يم على نصيبي هذا البيت تجرح القلبها على نصيبي حلال عليك يا يم حليبي انا ولا يجاو ولا يجاو انا من الاربع الراحة ولا يجاو ولا يجاو عليهم ارض متلمني يا يم انا ولا يجاو ولا يجاو اش كثروا انا وعلى الغبر ولا يجاو ولا يجاو وعوراس بجهاد الغاضري لا حول ولا قوة بالعصر والزمان والى شرف النبي والائمة الطاهرين اهلنا ذوينا من له حق علينا امواتنا امواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد موسيقى 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 موسيقى